السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو ده ان شاء الله هنحل فيه مشكلة بتظهر بعد تصطيب برنامج الاوتوكاد او احيانا بتحصل برضو في الماكس سطبنا وبرنامج وعملنا التكريك وعملنا كل حاجة وفجأة ممكن تظهر لك الرسالة دي يقول لك the application was unable to start correctly يقوم جاب لك الرقم ده يقول لك click ok to close the application تقول لك اوكي وقافل البرنامج غالص طيب المشكلة دي بتتحل بشكل بسيط جدا الرسالة دي ظهرت طبعا كتير عند ناس كتير من الاعضاء عندنا فاحنا حابين نحلها حل الرسالة دي بسيط جدا وهو في شوية فايلات هنا هون في كم صورة هنا برحولهم بفتح application كده اسمه otrans خلاص بجيب في منطقة معينة والمنطقة دي باخد بأكسس منها على حتة معينة كده قم داخل على قيمة في في بتاعت الويندوز وبغيرها من واحد بخليها صفر هي بتبقى واحدة انا بخليها صفر فمصار المكان ده لو انا بس كده هعليك الصور اهو المساره اهو قدامك ممكن توصله على طول حتى من غير التول يعني انا هرفعلكو التول وارفعلكو صور الشرحة برضو اللي توصلوا بيها للحتة دي على طول وفي نفس الوقت هقولك ازاي نوصلها بالطريقة الصعبة او الطريقة اللي هي لو انت معندكش الطول خالص اه انت عندك بتدخل على كمبيوتر اتش كي لوكل ماشين صوفت وير مايكروسوفت ويندوز انتي كورنت فيرجن واعدين ويندوز وبتاخد القيمة دي تخليها صفر انا هعمل كده بالظبط هقول ويندوز وار علامة الويندوز مع الار هيطلع لي الرن في الويندوز بكتب الكلمة دي اسمها ري جيدت اهو ري جي اي دي اي تي واعدين بقول له اوكي وانت ان انا دخلت خلاصة على الريجستري عندي تعالوا كده انا اخدها من الاول خلاص انا هنعمل رول اوب كده لحاجات دي بتيجي هنا تختار اتش كي لوكل ماشين دابل كليك عليها تقوم فاتح السوفت وير دابل كليك عليها برضو وهتجيب ويندوز مايكروسوفت اهو دابل كليك على مايكروسوفت وتنزل من مايكروسوفت تجيب حاجة اسمها ويندوز انتي ادي فولر ده هفتحه كده دابل كليك عليه وجوه ويندوز انتي هتلاقي عندك كورنت فيرجين دابل كليك عليها برضو وبعد الكورنت فيرجين هتلاقي عندك في الاخر مين ويندوز اهو وجوه ويندوز هتلاقي عندك القيمة الريجستري الي احنا نحتاجين مغيرها فانا دلوقتي هدوس عليها دابل كليك والرقم ده بدل واحد هخليه صفر معايا فبالتالي البرنامج هيفتح معايا بشكل طبيعي جدا خلاص دي فكرة حل المشكلة الواحد ده هخليه صفر بعدين هقول له اوكي فهمنا كده فهمنا كده حل المشكلة جماعة ده كده بالنسبة لي الطريقة المباشرة اللي بدون اي بدون اي طول زيان طيب عندي هنا بعد كده ممكن ادخل هنا على وهجيب من هنا من الطول دي على طول ادخل على اهو وبعدين هدوس هنا دابل كليك اعتقد بس هي تقريبا مش شغالة على الويندوس بتاعي هنا فمش مشكلة خالص اهو اعتقد مش شغالة على الويندوس عندي فما فيش مشاكل خالص اه لو انت جربتها عندك ممكن تشتغل معاك على الويندوس سيفن انا مجربتاش على الويندوس ايد بنت وان لحد دلوقتي لكن انا حبيت بس اوضح للناس الطريقة كده خلاص احنا عرفنا الطريقة اللي هي بدون تولز وبدون اي حاجة اتمنى الناس تطبق ولو في اي مشاكل حصلت برضو معك تاني ريت تبلغنا بيها عشان نعمل لها شرحات اكتر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله